مرحبا عرفاك رجعنا لكم بكسة جديدة لذا اشتركوا بقناة تراهم مجاني وإذا عجبكم القصة لا تنسوا ان تتقضوا على زر اللايك وحطوا كومنت الهلو فلنبدأ القصة نرى البنت في قات الزفاف ويبدو بأنها في زواجها اليوم ونرىها تقول السادة الذي يوجد في أي زواج نادي ليس موجودا هنا أشفك على القصة كل ما يقوله مستهلون أن يتحقق في هذه العلاقة اليوم ستزوج بشكس يكرهني ويسيقتلني بعد كأي كسة هازينة ومأساوية موت أتى من غير سابك إندار دعوني أحكي كيف دقلت إلى هذه الكسة في يوم من الأيام كنت أعود إلى المنزل وقابلت شكس أعرفه قديما طلب مني المال لأنه ساعدني منذ زمن وأنا بالفعل دفعت التمن لكنه شكس تموع لا يشبع لذا لما رفضت أوتيه دفعني من الدرج وقتلني لكن فجأة استيقضت وأنا مستغربة ماذا هادت؟ ورقدت إلى المراع لكي أتأكد وكنت دخلت إلى جسد لا أعرفه لا لا يعقل بأنني تجسد وهذه هي قصتي وفجأة دخلت إلي القادمة وندهتني بإسم إيريت وذكرتني بأن يوجد شيء مهم من اليوم لم يكن اسم إيريت قريبا علي ألم يكن هذه القصة التي قرأت في الليلة الماضية؟ يوجد بثلة جميلة وكأنها زهرة الربيا بعد المتر والثلج وكان يوجد أخوين يحبونها بل أقرب إلى الهوس كانوا كلاهما يشكونها وفي ذلك الخصة أدت هي الشريرة الحقودة على الرقم من إمتلاكها كل شيء وأبو غني لكنها كانت تريد أن تداحي بكل شيء حرفي اللي كي تقتل البطلة وبعدما القادمة اندهت من التجهيز البطلة بثلتنا شقرتها استغربت القادمة ماذا؟ شكرا؟ والبطلة خرجت متهمسة لأنها تريد إسلها قطاع إيريت بما أنني أعرف قصة جيدا فسيكون هذا سهلا ربما هذه فرصة لك أعيش سعيدة وذغلت إلى غرفة أبوها أبوها أصب عليها لأنها ذغلت من غير أن تدوك واستمر بالصراخ ومعاملتها بتركة سيئة استغربت ماذا يجري هنا؟ وسمعت صوت نيكل تم التفيل إعادة الدقريات وبعدها بدأت ترى دقريات إيريت ورأت كيف الأب والأخ كانوا يعملونها كنت أدن بأن إيريت فتاة مدرلة لا تعيش في الرفاهية تم دربها وهبسها وتم معاملتها وكانها ليست إنسانة في الخارج كانت ترتدي أجمل فساتين والجواهر لكن الحقيقة كانت كالكيس الملاقمة اللي حتى يفرقون قذبهم حتى القادمات كانوا يدربونها وفي المنام قالت لها إيريت إذن هل تقديرين أن تفعلي ذلك؟ قبل أن تجيب بدأ الأب بالصراخ أنت حتى لا تستمين لي لا أريد أي أخطاء اليوم أئلتي الرجويك يريدون من نقطة بسيطة لكي يدمرونني لا تنسي القطة خذ ثلاثة خادمات سنكون بهاجة إليهم وقالت بكل هزن أجل يا والدي في هذه الحياة والماضي لما أنا أهلك مع أئلة سيئة؟ دعوني أتذكر بهذه القصة الدوك الرجويك والقونت رجل هوف كانوا عذا منذ التفولة لكن الأئلة ممتلكون نفس القوة لكن القونت كان فقط بتل واجهة في الحرب موسق من الدوك لكن القونت يدن بأن تم سريكة بالله بالدوك لهذا يحاول أن يجاوز أئرث إلى تلك الآئلة وقالت لنفسها استقل لهذه المعلومات وجاليه لنفسك أنا بالفعل لدي كبرا من الخروج من المعازك والمشاكل أنا متأكد بأنني سأجد طريقة لكي أتحمل المهم بأنني أن لا أرتكب نفس القطة كأئرث ونرى بتالتنا وآئلتيا متجهين إلى قصر الدوك وكان القص كبيرا وملفتا للنظر بتالتنا اندهشت وانبهرت وتم استقبالهم من كبل قديمهم ورحب بهم والأب تغير من 80 درجة واسبها لتيفا معها بتالتنا استغربت وغاذبت لأنه فقط اتظاهر مام الناس فقد عليك أن تهدئي سأقف فقط مجرد أسبوع مع هذه الآئلة المهم الآن هو إجاد المكان في عائلة الرودوك ودقلت هي وآئلتها إلى مكان نتجمو كل أفرار عائلة الدوك تلقى الغبية قالت بنفسها واو لا أصدق بأنني نقابل كل هذه الأبطال في مكان واحد أليس هذا رائع؟ ورحب الدوك والدوك بهم تقول بتالتنا الرجل هو أكسل رودويك أما السيدة هي جوزالين رودويك وهذا هو كليف كين وهيدا من الأبطال جميل لدرجة الجنون وهذه الشكرة هي البطلة رايزي إنها تقود الأنفاس وهذا الشخص بجانبها هو الشخص الذي آنا على أشك الزواج منه أك هذا ليس عادلا إنه جميل جدا لعود مستقربة لما أيدت لم تشبع منه وأنا أكل يا بنت فدهتينه إهدائي لقد جملت كل شخص نهرفيا في هذا المنهو وحتى القصر لم يسلم منك وهي مستمرة لتمجيد البطل هو لاحظ ندراتها وندر إليها بتاركة يدل بأنه يكرهها وهي استوابت الموجو وهدأت نفسها وأخيرا وأخبرت لنفسها بأنه مستهيل أن يكون ملقها لذا فالتحدى وبدأوا كلهم بتناول الطعام وكمان مدهت مدهك الطعام أغه أهب قوني أرستقراتيا بدأ الأب بالتهدث وقال بأنه سرسل قادمه لكي يقدم ابنته لما تبدأوا بالعيش معهم ويبدو عليه الغضو في الدوك ودوك هاولت تهديئة الجو وبدأ الأب بافتعال المشاكل هل تقولوا يعدوك بأنك لم تحضر أي قادماتك من عائلتك لما تجوزت من هذه العائلة كلهم إضدايكوا وتغير الجو وبثلتنا الدقيقة اتسمت تلك الاتسامة الشريرة وقالت أبي إن من السهل عليهم أن يوافقوا لكن بما أنهم لم يوافقوا فأنا بخير من غير القادمات اتسمت اتسامتها المشرقة يا دوك انسى ما قاله والدي فهو فقط قال يكون علي وبعد ما آدوا إلى المنزل بدأ الأب بتوبيكها وقالت أبي ألم تلاحظ نظرات للدوك؟ كان يبدو بأنه يعرف لماذا تريد إرسال هؤلاء القادمات وإذا تم الشك بنا ما الفائدة من الزواج؟ سألها بماذا تفكر جاوبت أولا يجب أن نفوز بفقتهم وبعض سأقول بأنني مرت وأطلب قادمات من المنزل ويقتنى الأب وأنا بصراحة فخور بدكائها عجبتني تلك البطلة وهكذا استمر الود ووصلنا إلى يوم جوازي الآن أنا لست بهاجة إلى أن نعود إلى ذلك المنزل المقزز الشيء الوحيد المتبكي هو ارتداء القواتم كانت هي فارغة لكن كليان كان على وشك الانفجار أو بالمناسبة أن البطلة اسمه كليان هي لاحظة بأنه منزج وقمل ماذا قالت بنفسها لا بأس لبأ سيا كليان أنا عرف بماذا تفكر لكن فقط ذلك القاتم في يدي وهو حتى لم يلمس يدها لكن ودع الخاتم في يديها إن هذا تفولي بعد الشيء وهو ودع الخاتم بنفسه وبدع لها ديرين بالدهيك عليها انسدمت لكن هدأت نفسها وقالت هذا لا يغير أي شيء فأنا لا أحتم بك هو الدايك لأنها تجاهلته بصراحة لا أفهم لماذا أنت منزج منذ البداية أليس هذا تصرفك؟ أليس هذا ما أردته؟ أن هذا البطل سيطيبنا في هذا المنهى أنا أريد حياة من غير معاناة والتعديب من قبل أبو والأخ هيا بالمال والراحة والنشاط وبعد الحفل دخلت إلى غرفتها وغيرت ملابسها وقالت أشرب الراحة الآن ذلك الفستان وعيدنا الهداء قانوا مؤلمين دوقوني دوق إيدت سيكون سببا لموت في أمين من الأيام فجأة دق القرفة ودخلت رعيس تفاجأت البطلة ورعيس قالت لها أنا أريد أن أقبالك بشيء مهم أغغ أنا لا أرتعلي تلك الفتاح الفيديو لليوم انتهى لكن كستتنا مستمرة لذا لا تنسوا تقضي لزر الاشتراك والليك ولا تنسوا الكومنت الهولو لالكاة